بسم الله الرحمن الرحيم الاتحاد ونادي الزمالك واغدينه كتير أكتر من النادي الأهلي ولكن لما بتكلم عن الصلاة بتكلم على التايرة والسلة والهندبول وكل حاجة وتنس الطاولة هو تنس الطاولة مش بيعتبر برضه من الصلاة ولا ما بيعتبرش من الصلاة تنس الطاولة أعتقد أنه بيعتبر من الصلاة النهاردة ملوك الصلاة بيفوز على نادي الزمالك 3-0 في دوري تنس الطاولة استكملاً بقى لهذا الأسبوع الرائع الحقيقة والحلو حبيت النهاردة أن أبدأ مع حضراتكم بالخبر ده وبعد كده حبدأ بأخبار تانية كتيرة جداً وحاجات كلها حنتكلم فيها ونقول لكم ونعمل هنا ونزق هنا شوية ولكن حبيت أبدأ بهذا الخبر الرائع الحقيقة اللي إحنا دايماً بنكون الأهلوية بيستنوا كل الأخبار فيما يخص كل الألعاب في النادي الأهلي محدش مهتم باليد بس مثلاً مثلاً يعني محدش مهتم بالسلة بس محدش مهتم بالطيرة بس محدش مهتم بتنس الطاولة بس لا إحنا مهتمين بالرياضة في النادي الأهلي بنحب النادي الأهلي في أي حاجة لو في حاجة في البل يلعب النادي الأهلي حنهتم باللعبة دي وحنحبها أنا بكلمكم بلغة الجمهور أنا ما بتكلمش بلغة واحد مزيع وطلعي لا لا اسمه النادي الآلي للرياضة البدنية كل الألعاب مش لعبة واحدة ولا عندنا أنشطة وألعاب كثيرة جدا فزي ما بقول لحضراتكم هي ده هو ده المهم بالنسبة لي أنا من مبارح الحقيقة الغدت نهاردة بعد ما لا يشجع النادي الآلي علشان طبعت بس عملت حركة يعني حكتين أنا أنا ممبسوط مش أنا أنا وجمهور الأهلي كنا مبسوطين مبارح وسعداء أن احنا فزنا بالطيرة ببطولة أفريقية إن شاء الله بكرة على الهواء مباشرة استقبال رائع لأبطال الكرة الطيرة أبطال الكرة الطيرة حيرجعوا بكرة إن شاء الله ساعة ثلاثة ونص وحنبقى نقلين لحضراتكم رجوع الأبطال على الهواء مباشرة من داخل قناة النادي الآلي وعلى شاشة القناة حتتفرجوا على أبطال النادي الآلي وهم راجعين واستقبال حافل يستحقوا لأنهم جابوا البطولة الأفريقية من قلب تونس في نهاية البطولة أمام الترجي وثلاث أشواط مقابل شوط واحد استطاع الحياة أن يفوز النادي الآلي على أبطال النادي الآلي أبطال إفريقيا على نادي الترجي بطل إفريقيا السابق فبكرة هنحتفل النز علىنا نحنا كنا بنحتفل انبارح بإخواتنا وأصدقائنا وانجمنا في كرة السلة بعدما لا يشجع الأهلي طبعا احتفلنا بلعب نتنا في السلة وسهرنا معهم لغاية الساعة 2 ونص الفجر وقبلنا قبلهم كنا عاملين قبل البيت الكبير كنا عاملين استوديو تحليلي لهذه المباراة وقبل استوديو التحليلي لهذه المباراة كنا عاملين استوديو تحليلي ونقلنا لحضراتكم المباراة حصريا مباراة الأهلي والترجي في الكرة الطائرة رجال على الهواء مباشرة مع حضراتكم من هنا وكل حاجة كانت لطيفة وكل حاجة كانت حلوة لكن زي ما بقول لحضراتكم حيظل النادي الأهلي دائما بالأرقام على فكرة لما تجي تحسب الأرقام ملوك الصلاة يعني إيه؟ ملوك الصلاة يعني كان بطولة في السلة كان بطولة في الطائرة كان بطولة في كرة في الطائرة وفي السلة وفي الهندبول وكان بطولة في التنس طاولة كل دي تعتبر اسمها كرة الصلاة أو ألعاب الصلاة فالنهاردة النادي الأهلي كل ده أنا بعمل المقدمة دي لعشان الحقيقة بنمبارح للنهاردة ولكن يكفيني حب جمهور النادي الأهلي الحقيقة يكفيني جدا جدا الناس من مبارح للنهاردة بتهنق القناة وبتهنق العاملين في القناة على الشكل الرائع اللي ظهرنا به مبارح ودائما الحقيقة بنحاول نكون عند حسن ظنكم لكن من بعد البيت الكبير بالليل لقيت بعض الأسماء وبعض الناس اللي عملة تتكلم في أن النادي الأهلي مش هم ملوك الصلاة ولكن للأسف حاولي حاولي يعني مش عارفين يعدوا حتى يعني حاول تعد واحد زائد واحد زائد واحد زائد واحد بيسوي خمسة يعني لما بتبقى البطولات بتعرف تعدها البطولات في السلة دي ايه البطولات في الطائرة دي ايه البطولات في الهند بولا دي ايه البطولات في تنس الطاولة دي ايه هتعرف تعد تعد دازا 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 دا تلاقي النادي الأهلي رقم واحد أنا مش هعدهم أنا مش هعدهم ولكن على المتضرر بقى اللجوء للعد على المتضرر اللجوء للعد عدوا حضراتكم وبقولولي الأخبار